عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى ضيوفي في هذه الفقرة الزميل الكبير والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس دارة جريدة اليوم السابع أهلا بك معكم أهلا وسهلا والزميل العزيز والصديق أيضا دكتور واجد زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة أهلا بك حبدأ مع حضراتكم مش بقرارات القمة ولكن خلال نقش الأول كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر في هذه القمة رأي حديتك فيها إيه أستاذ أكرم والرسائل كلمة مختصرة جدا ست دقايق خمس دقايق ونص كلمة شديدة الإجاز لكنها شديدة التركيز وتحمل كل رسائل مصر منذ بداية الحرب على غزة إلى الآن يعني تحذير من التساع الإقليمي الفكرة رفض التهجير والتصفية ويمكن دي هذه النقطة بالمناسبة أي حد بيتأمل ممكن إحنا تكلمنا أكتر من مرة في هذه الأزمة بالرغم من كل من صعوبة الأمر وأنه هذا العدوان شديد وكذا إلا أنه لم ينجح نتنياهو وحكومته المضطرفة في أنهم يهجروا الفلسطينيين أو يقول له نسيان أو تصفات القضاء الفلسطينية لا قصرا ولا طواعية وده كان معلن وكان واضح أنه جدا جزء من الفلسطين والرئيس عدفتح سيسي منذ البداية قال خطوط الحمراء في ده ورفض التصفية ورفض التهجير يمكن بعض الناس اللي كانوا سطحيين أو مش متفاهمين النهاردة يفترض أن هم فهموا ليه مصر كتوقفة بشكل حاسم بالإضافة إلى فكرة تمسك مصر بأصل القضية اللي هو الدولة الفلسطينية دولة الفلسطينية وحدود 67 وحدة الفلسطينيين وغيره مع توجيه المجتمع الدولي أنه فيه كارثة بتحصل فيه إبادة فيه قتل فيه والمجتمع الدولي فيه اختبار والحقيقة هو المجتمع الدولي فاشل في هذا الاختبار الآن والمجتمع الدولي محتاج تعديل ده هو ما قال لهم وبعدين أنا وقف قدام حاجة حقيقة جدا سيد أكرم وهو الرئيس ألهلهم ومباشرة وتوجع تماما هو فرع الوقتي ما بين القيادات وما بين شعوب العالم صح ان الشعوب النهاردة في أمريكا وفي أوروبا وفي غيره عكس الحظمات وعكس الأنظام فعلوهم ان ده بيدمر كل النظام العالمي ده العدل بيتسأله فين العدل مش احنا هو ما قالش شعوب العربية نحن طول عمرنا عملين يقول فين العدل دولي وفين النظام العالمي ولكنه تحدث الآن واليوم عن شعوب العالم شعوب العالم اللي هو انت بتقول انا ديمقراطي وانت لا تستمع لشعبك وبتنفذ أجندة قتل وأجندة إبادة ويمكن كمان الموقف المصري الحقيقة المؤخر في الانضمام ليه جنوب أفريقيا بالإضافة إلى تحميل دولة الاحتلال بصفاتها دولة احتلال المسئولية بالمناسبة فيش دولة في العالم مسئولة انها تقدم الفلسطيني الطعام والصحة والعلاق يجب انه اسرائيل بقانون الدولي بالعرف بالقوانين الإنسانية بكل شيء وإلا تكون متهمة بالإبادة وأظن كان فيه جلسة النهاردة بالمناسبة جلسة محكامة العدد دولي اتقال فيها هذا الكلام أن هناك إبادة وده بقى دور المجتمع الدولي والشعوب الغربية بشكل عام بالإضافة إلى يعني عودة لكلمة الرئيس كانت موجزة ومركزة فيها كل الرسالة الواضحة اللي هي تجاه القتال الفلسطينية وتجاه الدولة الفلسطينية وأي حد نهاردة عاوز يفهم الموضوع أعتقد أنه هيقدر يلاقي كل الرسال موجودة بشكل قوي ومركز وحاسم في إطار دعم الفلسطينيين دعم القتال الفلسطينية بالإضافة إلى الحقيقة النهاردة فيه قرارات تلعب الإجماع وموقف مهم كان طول الوقت الناس يقولوا إيه قمة ملهاش لازم طب لماذا لا تنعقد القمة؟ الحقيقة إنه النهاردة وجود موقف عرف بعد السنوات عقد كامل من التفكك والصراعات والحروب الأهلية وحروب في العالم العالم مش متفرغ لحد ورئيس عبد في التحسيس طول الوقت على مدى السنوات اللي فاتت كان بيدعو الموقف ينطلق من الفعل ولا يتحول إلى رد فعل يعني احنا العالم مش فضلنا بمعنى صح عنده منافساته وصراعاته لماذا لا يكون هناك موقف عرف وغير صح الموقف عرفي ضعيف في مصالح للولايات المتحة لا لا ما نحقف طبعا هناك مصالح كثيرة ولكن أيضا الإضعاف في الموقف العربي يا أستاذ وجدي ما نص عليه وفي قلب البيان الختامي الدعوة للفصائل الفلسطينية للإصطفاف وراء السلطة الفلسطينية بصفتها السلطة الأساسية والرئيسية الممثلة للشعب الفلسطيني تمام القضية بالضيع وهم ما زالوا بيتنحوا في خلافات الحقيقة بس أنا قبل ما أتكلم في الحتة دي كنت عايز بس أكمل مع الكلام الأستاذ أكرم الأستاذ قاله عملية الرسائل الرئيس وكلمة الرئيس المجازة الشديدة لإجاز عايز أناوه الحاجة بس مهمة أن كل سطر في كلمة الرئيس كان عبارة عن ما ثابت رسالة كل سطر في كلمة الرئيس عبارة عن رسالة يعني أنا عدت عمل عملية حصر كده لقيت حوالي أكتر من 16 رسالة موجهة في هذه الكلمة المجازة أو شديدة الإجازة يعني كلها بتدور حول هدف واحد اللي هو تسجيل الموقف المصري الرائع والرائد منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر وحتى الآن كل هذه الرسائل هي إجاز شديد جدا للموقف المصري اللي بدأته منذ بداية الحرب وحتى الآن كل هذه الرسائل في حواها الرئيسي الأساسي أن القضية الفلسطينية لن تموت على الإطلاق وده كانت كلمات الرئيس والاجتماعات اللي قامت بها مصر في الفترة المضت دي كلها بتؤكد على أن لا تصفية للقضية الفلسطينية ولا تهجير قصري للفلسطينيين وده مسألة كانت في منتهى الأهمية الرسائل كانت كلها عبارة عن أنا حافظ دام رسالة في حاجتين بس عايزة أقولهم محمد بس مهمين أو في الحتة دي لفت نظر حاجتين مهمين جدا الرئيس تكلم عن الوهم وتكلم عن الخطأ قال إيه قال الواهم من يتصور أن الحرب أو الألة العسكرية ممكن تجد نفعا بالزبط كده ده مستحيل وده مش بس وهم وهو أيضا تهديد مباشر آيوة بالزبط كده يعني خلينا كنوا أطعا بالزبط كده ومخطئ من يظن أن بالقوة العسكرية أن ممكن يعني المصالح تخضى دي مسألة كرسالة في الصميم يعني أنا من وجهة نظر الشخصية أن الأمرين دول هما كانوا أخطر ما في رسالة الرئيس وده مهمة جدا 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 يعني تمام أنا أقف أيضا أمام الحقيقة تصريحهم آخر الرئيس في كلمته وده في الوسط كده وده مهم وقال إن أطفال فلسطين الذين قتل ويتم منهم عشرات الآلافة في غزة ستظل خد بالك من الكلمة دي حقوقها سيفا مسلطا على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة تمام ما الذي يقصده الرئيس بإنفاذ العدالة هنا المجتمع الدولي كله وعلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية صدع دماغنا على مدار سنوات طويلة بتكلم عن العدل والحقوق الإنسان وخلافه والكلام ده كله طيب أين العدل وأين حقوق الإنسان من اللي بيحصل أو اللي حصل في فلسطين حتى الآن طبعا ده هنا فيه تحسي كده مش تحسي تشعر إن فيه شيزوفرينيا في التعامل يعني بتكلمه على العدل بتكلمه عن حقوق الإنسان وانت فين حقوق الإنسان من المسألة دي حتى كمان زيادة في اللي قلتوه محمد حجم هم أوي 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 إن الرئيس قال إن التاريخ سيسجل عنوان كبير عنوان كبير جدا جدا بيقول إن إسرائيل بتمعن في القتل والإبادة دي كلام خطير جدا 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 عشان كده قلت فعلا كلمة الرئيس كل سطر فيها محتاج تحليل وشرح وافر أستاذ أكرم هل تتوقع أن كلمة حتى إنفاذ نفاذ العدالة أو إنفاذ العدالة يشير بها الرئيس إلى أهمية معاقبة الذين قاموا على هذه العملية من اغتيالات وقس طبعا مستقبلية طبعا وهو الحقيقة إنه في رأيي وحكمة العدل لأول مرة بتنظر جرائم إسرائيل بهذا الشكل وإنه في دعاوة رفعتها جنوب أفريقيا اللي هي واجهة العنصرية والإبادة بمناسبة محكمة العدل عشان قلت إن رئيسة محكمة العدل هي الحقيقة الأمريكية هي كانت الأمريكية لغاية فبراير الماضي وتم تغييرها بمنصب القاضي لبناني تولى هذا المنصب نواف سلمان صحيح ماشي فالعدل الدولية مهم جدا والحقيقة في عقاب العقاب على جرائم ضد جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين على مدى عقود الحقيقة والمذابح كانت مهمة جدا ويمكن أنت أشرت النقطة في غاية الأهمية من شوية اللي هو فكرة إنه البيان والكلام وكله إنه يجب أن نتوحد مصر الدولة الأهم التي بزلت جهودا جبارة لتوحيد الفصائل الفلسطينية آخرها في يوليو في العالمية قبل أكتوبر ففكرة إنه يبقى فيه عشان نحاسب إسرائيل على جرائمها وأنا رأيي إنه نتنيوه النهاردة عالق في غزة والخلاف بينه وبين جالنت أصبح واضح جدا خلال الأيام الأخيرة لكن بالفعل فعلا يجب أنه نتوحد يجب أن يكون في موقف عربي المحاكم بالمناسبة والمجتمع الدولي والضمير الدولي جاهز الآن لي إحياء القضية الفلسطينية بشكل كبير بشرط أن نكون لحال لحال ماشي إحياءها حال إذا كان هناك ميزة لهذه الكارثة اللي حلت بغزة فهي أن القضية أصبحت في الوجهة لكن وجودها في الوجهة إحنا عاوزين نستغل الوقت كل حاجة بوقتها اللي أوراق التفاوض أوراق الضغط قدر الفلسطينية كسبت بالمناسبة من الانتفاضات السلمية أضعاف ما كسبت من أي موجهات عسكرية فبالتالي الوحدة الفلسطينية الحد الأدنى إحنا مش عايزين لا تخوين ولا تكفير إحنا عاوزين الحد الأدنى من التوافق من التوافق الفلسطيني الفلسطيني طبعا عشان عاف نتكال طبعا بس أنا حعرف عند النقطة دي حنرجع لها تاني إحنا كنا زعنا على حضراتكم برح فيديوهات ممناسبة طلبات الاتحاد الأوروبي والعاليته جنوب أفريقيا والإسرائيل ادعيته ضد مصر اللي أفلى المساعدات وغيره وغيره إحنا زعنا على حضراتكم وعايزة زعلكم اللقطات دي تاني اللقطات دي أمام العالم النهاردة بتؤكد أن إسرائيل الحقيقة مصرة على عدم إدخال مساعدات إلى الجانب الآخر بصفتها دولة الاحتلال دولة احتلال زي ما قال أستاذ أكرم القصص أمام العالم هي ملزمة ملزمة ومجبرة بإيصال مساعدات الفيديو القدام حضراتكم ده احنا عرضناه بالأمس ونعرضه مرة أخرى وده فيديو كان لمساعدات دخلة من الضفة الغربية في طريقها مسافرة وأخذ موافقات أمنية إسرائيلية متجهة إلى قطاع غزة عبر معبر أو آخر من المعابر الإسرائيلية خدوا بالكم دي مش حاجة مثلا مش 200 شاحنة ولا 300 شاحنة لأنه هم مش لقيم يكلوا أساسا إنما بصوا اللي حصل إيه من المستوطنين الإسرائيليين اليهود المسلحين اللي خرجوا أمام العالم ليمنعوا وصول هذه الشاحنة ويقطعوا عليها الطريق خدوا بالكم مرة تانية إن الفيديو ده بيتصور من عربية مشية في الخلف وبتصورهم من بعيد وإلا كان حصلت أزمة وكرثة وأزيع هذا الفيديو أمام العالم ده اللي أنت بتروح بيه لمحكمة زي محكمة العدل الدولية وده اللي أنت بتسجله على دولة زي دولة إسرائيل وده اللي بتتغاضى عنده الولايات المتحدة الأمريكية وتغمض عينيها وكأنها لم ترى ولم تسمع ولن تتكلم أو تعلم أعود مرة أخرى إلى الحديث حضرتك وأنت بتكلمني النهاردة على حكاية بالفعل وأنا مؤيدك تماما أنا شايف أني فيه فرصة ذهبية أستاذ أكرم جدا فرصة لن تتكرر جدا عندنا دعوة لمؤتمر سلام عالمي الأمم المتحدة أخذ بالك أن الدول العربية بالإجماع بالإجماع هو ما قالش أن دول العربية تطلب جميعها قال لك الدول العربية بالإجماع بتطالب الأمم المتحدة في حضور أمين عام الأمم المتحدة صحيح بعقد مؤتمر دولي للسلام طيب الدول العربية لما هتروح لمؤتمر دولي للسلام وتروح خرج أمريكا تقول لك والله حماس مش موافقة على السلطة وحماس عايزة تكون هي الممثل الشرعي ومش عارف مين خرج وكان فوق السطوح وعنده عشة بنيها فعايز يبقى هو اللي يتكلم ضاعت القضية الفلسطينية مرة أخرى هل ستستطيع هذه الفصائل أن تنضم أنا أعتقد أنه السؤال ده في غاية الأهمية وكلنا احنا بنكتب وبنتكلم بمناسبة النكبة اللي هو يعني اللي ذكرها بتحل بهذه الأيام الحقيقة أنه النكبة بتقدم دروس رايبة في تضييع الفرص أنا شخصيا شايف تضييع فرص لأنه ما فيش حد بازل جهود للقضاء الفلسطينية زي مصر وفيش حد دفع كم ودفعت لا ده هوجم ومزايدة حتى مؤقرا يعني في بعض الناس إسرائيل هي اللي بدأت تقول ما تفتحوا الحدود وتخدوهم عندكم كان رد مصر واضح ما فيش تصفية وتهجير والفلسطينيين اللي مدركين للقضاء كان في بعض الناس عندنا بيرددوا ده من المعادين برا أو بعض السزج عندنا طبعا أنت في النهاية ده إسرائيل اللي طلبت بدا يعني حضرتك بتطالب بنفس مطالب لإحتلال الإسرائيلية فالوحدة التوافق العربي اللي اتحقق النهاردة ده حد أدنى من التوافق ومهم جدا لأنه وهنا تمني أن يستمر يستمر وكمان مجرد وجود موقف عربي مع وجود مصالح أمريكية وغربية وغيره بصراحة الدور المصري اللي تلعب ووضح كتير جدا إحنا الغرب أوروبا ما كانش ده موقفها في بداية العدوان لإسرائيل صحيح منحزين لإسرائيل أتفق معا أبوها دفاع عن النفس النهاردة بقعوا مدركين أنه مش دفاع عن النفس وزي ما أنت أشرت الشعوب في أوروبا الشعوب في أمريكا للرئيس النهاردة بيخطبهم وبقولهم مش أنتوا بتقولوا ديمقراطية طب أنتوا إزاي بتعرقلوا بترفضوا أراء الشعوب وبالتالي ففرصة زهبية أن هذه القضية في الوجهة في دولة زي مصر بتقف فيه موقف عربي محترم وفيه توافق كبير جدا مش عايزين نزايد على بعض لأنه بصراحة القتال الفلسطيني دي دي قضية مزايدات وابتزازات متبادلة أنا بمناسبة النكبة يعني أنه الفلسطينيين قتلوا من بعضهم أضعاف ما قتلوا من عدائهم عدوهم اختلف واتفق بس بيتوحدوا وقت الحرب على الأقل نتعلم إنما دكاكين زي ما أنت لا إحنا عاوزين الوقت مهم ووقت ضروري نحنا نستغله والأوراق اللي في إيدينا نستغلها فيه رأي عالمي معنا فيه دول عربية لديها الحرب ما هيش يا الخيار الوحيد بالمناسبة أنا ما زلت أقول وكسير من المحللين بيروا أنه نتنياهو عالق في غزة وكل من وجهه بوصفه دولة احتلال يجب أنها توفر الطعام والشراب والعلاج وغيره للمحتلين للي هي بتحتلوه هناك مسئولية دولية محكمة العدل الدولية فيه المجتمع الدولي المحكمة الجنيات الدولية بالضبط فيه حرب إبادة واضحة وزي ما انت أشرت ما كسب المؤتمر الدولي للسلام لأمم المتحدة جتيرش النهاردة أعتقد أنه إسرائيل حجمته كذا مرة لأنه اتمنع من دخول معبر رفع هو أحد الشهود المهمين جدا أمم المتحدة بيمنع من دخول المعابر وغيره زي ما انت أشرت المستوطنين النهاردة بيقتلوا بيدربوا بمسلحين منعين دقيق منعين ولا دقيق ولا مية ونوته مرسخات لعم مرسخ في غزة مفيش عربية شرطة يسرائيلية وقفة تمنعهم ولا بس يا ودو ولا بس يا بيت درقا للعيد حقدك على نقطة مهمة جدا أيضا فيه دايما بعد البيانات الختامية والبيان ضم حاجات كتير وضم الملف الليبي وضم ملف الإمارات في جزر الصغرى طنب الكبرى والصغرى مع إيران وضم الكثير من النقاط التي يتابعها القمة العربية والجمع ولكن في النقاط الأخيرة وهي خمس نقاط للتحركات بعد مؤتمر السلام فيه نقطة مهمة وهي توجيه توجيه من القادة العرب بإعلان رسمي ما أنت كان ممكن تقول الكلام ده من تحت لتحت نعم نعم إنما أن جامعة الدولة العربية والقمة توجه وزراء الخارجية العرب أيها بالتحرك مع كل وزراء الخارجية في العالم نعم للحصول على دعم تأييد حصول فلسطين على مقعدها الدائم في الأمم المتحدة تمام هوايا كيف التوجيه ده؟ طبعا ده توجيه مهم جدا 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 وبعدين عايزين نقول حاجة مهمة برضو الإجماع العربي بهذا الشأن معناه إن إحنا فعلا قدامنا فرصة قوية جدا جدا للتحرك لحل القضية الفلسطينية وتفعيل حل الدولتين لما يتبدأ الوزراء التوجيه لوزراء الخارجية بعقد لقاءات خلال الفترة القادمة فدف حد ذاته هو دفع لحل القضية من خلال بقى أوراق التفاوض ومن خلال هل هل بعد إذن حتى فضل بعد الشواجد أنا آسف فضل حصول فلسطين على المقعد الدائم في الأمم المتحدة ليس بالضرورة حل للقضية الفلسطينية ولكن أنا أمام الآتي أنا أمام 143 دولة وحقوق وتسع دول رافضوا تمام تسع دول منهم بالأمانة ما زعلش أنا رجل صحفي وأنت صحفي نعم فيه أربعة أنا أول مرة أسمع بيهم صحيح مين بلاو ده يا عم يعني أقوم دي الدول إياها أنا لو دخلت لك لا وغينيا بيساو ومش عالف مين ممكن إنما هي خطوة مهمة جدا طبعا وانتو بكرين مايكرونيسيا كانت دايما ضد العرب مايكرونيسيا ده برضو يدينا انتباع لا مايبقى فيه خطوة هذه الدول التي اللي أنا علامها مهمة جدا إن احنا نسعلم للتعرف عليها لأنها أصبت دي خطوة يا محمد خطوة مهمة جدا جدا بمعنى إيه بمعنى إنك أنت أمام دلوقتي موقف يعني مصر لعبت دور مهمة جدا جدا بالنسبة للقضية الفلسطينية العالم كله دلوقتي كله شعوب العالم كلها دلوقتي بدأت فيه نوع من أنواع قصة فلسطين ولازم تتحل عكس الحكام دول المجتمع الدول كله لما يبدأ فيه توجيه من القمة العربية بهذا الإجماع بهذا الإجماع لوزراء الخارجية للتحرك في الإطار ده ده مسألة في منتهى الأهمية دي دي نقدر نقول عليها عملية تمهيدية لما هو قادم ونبقى فيه حلول بقى يعني القضية الفلسطينية يعني ما بتقتش خلاص يعني أنا بس عايز أرجع لحاجة تانية بس استكمال لكلام الأستاذ أكرم فيها قضية الفصائل الفلسطينية تاني بس يعني ودي مسألة يعني أنا شايف إن هي أن الأوان بقى دلوقتي اللي هو الحل الفلسطيني الفلسطيني يعني مقابل الإجماع العربي اللي حاصل اليوم بهذا الشكل ولا أول مرة بهذا الشكل تبفين الجانب الفلسطيني من المسألة دي كلنا عارفين إن مصر بتلعب دور شاق جدا 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 في مسألة توحيد الصف الفلسطيني على مدار يعني سنوات طويلة مش النهاردة ولا مبارح ولا الشهور ولا منذ بداية الخارج في 7 أكتوبر ولا كلام ده كله لكن مصر لعب الدور مهم جدا طيب الفصائل الفلسطينية أمام الإجماع العربي ده ليه ما بتكونش هي عندها إجماع برضه كمان إلى متى هم عايزين يحلهم ولا مش عايزين يحلهم ده سؤال مهم جدا إحنا عدم توحد الفصائل الفلسطينية خلف السلطة الفلسطينية كل يبقى واحد بندى زرائع كثيرة جدا للمجتمع الدولي وبندى زرائع لإسرائيل نفسها إن القضية تبدأ من المحل ويبقى الحال على ما هو عليه وعلى وعلى المتضرر أيوة هنا دي نقطة مهمة جدا دي نقطة فعلا مهمة جدا ولكن هناك أيضا الكثير من النقاط الأخرى توقعات ماذا بعد محكمة العجل وماذا بعد تصريحات الاتحاد الأوروبي بعد الفاصل مع ضيوفي الحياة اليوم عدنا لحضراتكم مرة أخرى خلوني أخذ ضيوفي إلى رؤية أشمل شوية الوقت أمام العالم اتضحت وجهة النظر العربية من هذه القمة ما شئت أم أبيت كلمة بالإجماع في البيان الختامي التي تكررت عدة مرات والأوامر التي صدرت رسميا كشبه لائحة تنفيذية يعني احنا اتكلمنا في القضايا دي ويوجه بواحد اتنين تلاتة اربعة هم خمس حاجات اعملوهم وكان من ضمنهم تلات أشياء خاصة بي التعليم لللي فقدوا التعليم بسبب الأحداث والصحة والمتابعة معها والتمكين لهؤلاء في الفترة القادمة أيضا ده بخلاف الشقين السياسيين الأولاني بتاع المؤتمر الدولي والتاني بتاع وزراء الخارجية نعم اهتمام الدول العربية بهذا يعني مش حاول المنحة إنما بهذا البعد الإنساني في الأزمة ده حيدفع العالم والوكالات الدولية للتحرك أيضا عليه ده مؤكد يعني التوجهات دي يعني خاصة في النحية الإنسانية البحثة دي كلها أنا شايف فيه تعاطف أصلا من الشعوب العربية من الشعوب العالم كلها تجاه الموضوع ده وبالتالي آه هيدفع إلى مزيد من التحرك والتقدم لأن اللي حاصل أني أنت في حالة الحرب زي ما أنت شايف كده دلوقتي الناس أصلا مش لا يتوكل هتقول لي مدرسة هتقول لي تعليم فطبعا كل ده يعني أعتقد ده هتبقى بداية أو مقدمة لما بعد وقف الحرب لما بعد وقف الحرب يعني هل أنت دلوقتي في التوجيه ده أنت هتدعم إزاي في التعليم تحديدا بالذات يعني مش هتقدر تعمل حاجة الوقت حاليا طول ما الحرب قايمة بالشكل ده لكن أنت ممكن تعمل دعم آخر بقى في الصحة بقى موضوع الصحة هو ده المهم جدا بقى لما يبقى فيه توجيه بالإجماع من جمعة الدول العربية ومن القادة العرب أو الأمراء والملوك اللي حضروا القمة اليوم لعملية الصحة هم فعلا الآن محتاجين الكلام ده كله أعتقد دي هتبقى الخطوة الأولى اللي المفروض تتم وتتعامل يعني أما عملية التعليم هتعملها إزاي دي الوقت أنت مجلش ما هو النظر فيها ده شيء مهم لأنه يقول لك بيشتغل مع الوكالات الأممية ما هو أخذ بالك وحضر يونسي في الوكالات أشكرك هو جزء من الإبادة اللي بيعملها الحقيقة الوكالات الأونروا هي المؤسسة الأكبر في تاريخ فلسطين اللي ده هي اسمها غوس وتشغيل اللاجئين بس هو باتهامات باطلة غير ثابتة على تورط بعض الموظفين حتى لو واحد اتنين ثلاثة لو ثابتة برغم أنه لم يثبت إلا أنها حجة فارغة دي بتؤكد الحقيقة حجة محاصلة الأونروا اتهمات للأمم المتحدة ده بتيرش التوهم بينه ده ممكن يحصل معاه زي بوترس دكتور بوترس غالي لما عمل قانا فطلعوه مجددولوش فالفكرة هنا أنه حرب الإبادة زي الفيديو اللي انت عرضته اللي المستوطنين بيمنعوا الإغراسة إسرائيل دولة احتلال بتمنع الأكل والشرب والعلاج والتعليم هي ملزمة بالأكل والشرب والعلاج والتعليم ودخول المساعدات بتحاصر النهاردة الأونروا بتحاصر الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال الأحمر المصري الهلال الأطراف مختلفة لمجتمع الدول مجتمع المدني التحالف الوطني العمل الآلي في مصر هو بيجمع تبرعات ومصر يقدم 80% من المساعدات الدول العربية هرده احنا بنتكلم على قتل عمد وإبادة وعنصرية وتصفية عرقية وأبرتهاي ضد الفلسطينيين بالزبط ولكن أيضا ما هو وضع هذه الوكالات لأنه هو كده دخل اليونسكو دخل دخلهم كلهم دخل كل وكالات الأمم المتحدة في حضور أمين عام الأمم المتحدة خدوا بالكم ما هو حضور الأمين العام وهذه التوصيات حتخلي الوكالات تطلع تصريح أن أنا مش قادرة فتنضم إلى الأونروا اللي سحبت ناسها حتى من القدس ده الأونروا تضربوا في القدس يعني لو بعيد عن أي حاجة خالص دخلوا ضربوهم وكسروهم فسحبت كل العاملين في الأونروا من القدس على شامل صحيح وبعدين دول شهود يعني الأمم المتحدة بصراحة أنتونيو جوتيرش تعرض لحملات من الضغط والحقيقة هو الراجل النهاردة حتى فيه القمة العربية طبعا هو أشاد بدور مصر وكرر ده مش مرة واحدة لأنه شايف الحقيقة بيبدو كمان مغلوب على أمره ده يبدو الأمم المتحدة مغلوب على أمره ومنظمة ضعيفة جدا لا يفترض أن تكون لم تصل إلى الحد الأدنى الذي ده لم يحدث في التاريخ طول الوقت في ازدواجية طول الوقت فيه الولايات المتحدة بتضغط والدول الكبرى بتضغط بس النهاردة الحقيقة الولايات المتحدة برغم منها أحيانا بتظهر بعض الغضب من إسرائيل بس الغضب المحبين لأنه الحقيقة محبين إيه؟ ده يعني الداعمين لأنه طول الوقت يقولوا إقتل المدنيين بس خلي بالك يعني معلش يعني إيه اضربوا بس بتموتوش موتوا بس ما تخلوش سرق وما تخليش مش عايز فيديوهات وصور وأثار للجريب فأحنا منتكلم بالفعل على النظام دولي مصر على مدى السنوات الفترة مش مصر الوحدة كل دول العالم بالمناسبة الثالث والرابع والأول حتى بترى ضرورة إصلاح هذا النظام الحقيقة النظام أصبح مش بس مغلوب على الأمر يعني يعني انت ضربت مثلا 143 دولة صوتوا لصالح دولة في الفلسطين افترض أنه بالتعديلات حتى اللي موجودة بقيام إسرائيل نفسها في التأسيم ما حصلتش على هذا العدد بل الولايات المتحدة الوحدة بتقف ضد العالم كله في التصويت لصالح موازم اه مجلس الأمن طبعا مجلس الأمن مغلوب على الأمر فإصلاح النظام الدولي والعالمي ده أصبح ضرورة ليقاف هذا الصراع النظام العالمي عجز عن وقف الحرب روسيا وقران النهاردة بيعجز عن حماية أطفال فلسطين والنساء والمدنيين من حرب إبادة يمارسها المحتل وعبار تهايد وعنصرية وتفريق عنصرية وإبادة وتصفية عرقية باعتراف المحكمة النهاردة بالمناسبة محكمة العدل الدولية لها قرار لم يطبق بأنه دخول المساعدات يبقى أنا رأيي ودي النقطة المهمة جدا أنه يجب أن نصدر الحالة الإنسانية بمعنى أنه أنه هذا الأمر كل الدول العربية النهاردة مجمعة يجب أن يكون في حملات دعائية وإعلامية واضحة أمام العالم استغلالا لأنهم يقتلونها الفلسطينيين ما تبانش أنه كل الأطفال دول وكل المجاعات وكل المنع وكل الفيديوهات وكل الكلام ده يجب أن يكون فيه الصورة أمام العلا ودي لغة بيفهمها الجمهور يعني خلينا نقول برضه حتى المجتمعات الغربية ما زال فيها ضمائر حية بتنفعل لهذا القاتل أقوى من أنظمتها الأنظمة اللي قامت بعض الحرب العالمات تانية وهي أنظمة عنصرية وأنظمة قاتلة وأنظمة غير قابلة للإصلاح أنت قلت كلمة في الأول أن مصر دفع الثامن غالي جدا جدا ومزالت ومزالت عايز أقول لحضراتكم رقم كده عايز تعليقك عليها أستاذ وقت فضل الرقم بيقول أن الأمم المتحدة يا جماعة أكدت أن حرب غزة الأخيرة دي كلفة الاقتصاد المصري قد تكلف الاقتصاد المصري هي كلفته مليارات وتستمر وأن هذه التكلفة قد تصل إلى الاقتصاد المصري 20 مليار دولار خسائر في إرادات السياحة وقناة السويس فقط طبعا بص هو قدر مصر على مدار تاريخ احتلال فلسطين للأسف الشديد يعني مصر دايما هي بتدفع الضريبة بتدفع من أرواح البشر أنفسهم وتأثير على الاقتصاد طبعا وبالتالي الرقم ده 20 مليار دولار اللي بيتكلموا عنه ده أنا من وجهة نظري لا أكتر من كده بكتير جدا هو بيحسبها على مدى سنة أكتر بكتير جدا دخلك إزاي وقال لك قد تتصل أكتر بكتير جدا أنت دخل السياحة فعلا نهار الهار شديد جدا جدا نص الرقم ده في قناة السويس أو قناة السويس دخل قناة السويس بس الوحدة قناة السويس الوحدة نايد عن السياحة برقم كبير جدا طبعا مستحيل لكم كده الناس شايفاه الرقم ده قليل جدا 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 لأ المسألة أكتر من كده بكتير طبعا إحنا فعلا بنتحمل تحملنا كتير يعني عشرين مليار لا عشرين مليار إيه ده أضعاف الرقم ده أضعاف الرقم ده أنت عندك دخل قناة السويس يعني فيه عندك السياحة فيه عندنا أزمة صحيح عندك كارسة على فكرة ما هو السياحة عشان كده أنا هارجع على حاجة تانية يا محمد ما هم أو أوين بجد يعني الحرب ده كلها اللي بدفع الدريبة بتاعتها مصر أنا هارجع تاني اللي كنا بنتكلم فيه في الأول أنا الأوين للفسائل الفلسطينية بقى تكون إيد واحدة بقى أنا الأوين بقى أنا عايز أتكلم أكتر من كده مش قادر أتكلم بصراحة يعني أنا الأوين للفسائل الفلسطينية إن هي تتلم شوية مع بعضها تتطفق مع بعضها بقى علشان إحنا كمان مضرورين من المسألة دي إحنا فيه ضرر مباشر وواضح زي ما أنت قلت دلوقتي فيه ضرر شديد جدا 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 فمصر يعني تحملت كتير على مدار عقود من الزمن ولا زالت حتى زي اللحظة بتتحمل بشكل دائم وستستمر وإحنا مستعدين نتفى أيوة نعم هو واجب هو واجب بس نتفى نتفى نتيجة بالزبط كده أيوة بالزبط كده وكمان يعني هو أمل واحد الحقيقة أو مطلب واحد دائما ويمكن الرئيس على فتح السيسي دائما هم حاجة أنه الشعب المصري مدرك هذا الأمر وعلى قلب رجل واحد في ظل تحديات وهذا هو ما يحمي مصر وده الحاصل فعلا في ظل أواصف ودول بتتفكك من حوالينا وبراميل برود هو بس إحنا في حملات منظمة وممنهجة بتقودها إسرائيل وحلفائها من تنظيم الإخوان العالمي اللي أصبح جزء من إسرائيل لأنه بيردد نفس مطالب إسرائيل وهم مزايدات لكن المصريين المصريين الشعب المصري بكل الحمد لله متفاهم ده وده اللي مساند البلد واللي نتمنى أنه يستمر الحقيقة إنه مصر بتقف وزي ما أنت قلت بندفع التامن وعندنا استعداد ندفع التامن طول الوقت بشرط إن إحنا مش عايز الناس يخضعوا لا لابتزاز الخارج ولا لابتزاز إسرائيل ولا يصدقوا كلام الحقيقة فارغ ومزايدات فارغة على دور مصري مفيش زيه وكل الدول العربية الحقيقة موقفها النهاردة ما حدش زايد على حد التخوين والتكفير هو من ضيع هذه الأمة وضيع القضايا الفلسطينية الحقيقة بمناسبة النكبة يعني يجب أن تتوقف هذه الأمور وتتحول إلى سياق وحد يعني الكاتب الصحفي الكبير والصديق الأستاذ أكرم الأصاص رئيس مجلس الدارة الجريدة اليوم السابق أشكرا لك شكرا لك وجودك معايا والزميل العزيز دكتور أجدزين الدين رئيس تحقيق الجريدة شكرا لك على وجودك معايا